المركز اشتغل على تقرير خاص على بناء منهجية وإعادة مراجعة توسيق الانتهاكات التي وقع على العاملين بالمجال الإعلامي بسوريا خلال عشر سنين عقد كامل من 2011 اليوم تم توسيق 1670 انتهاك وقعوا بحق 1609 أشخاص نساء ورجال وللأسوأ قاصرين استاذ أيمن منعم وهو دكتور بقانون الدستور الدولي معنا ومحام السوري ضيف زائر في جامعة في كندا حاليا هو المشكور اشتغل على هيدا التقرير بالسنة الماضية هيدا التقرير نستغل هاي الفرصة لنوجه كمان الشكر لأكتر من 15 لحدود 20 شخص اشتغلوا على جمعة داتا مراجعة توسيقها خلال أكتر من الثلاث سنين الماضيين ونشكر كل فريق التواصل اللي تعب معنا بهيدا الموضوع وآخر ملاحظة للحضور الكرام الجلسة راح تكون مسجلة إذا أي حد احتاج يراجع لأي سابق فيه طلب التسجيل مننا اشتغلوا بالسرع والموضوع والمشاكل لنطبع لأي سابق في ذلك فقط أشهر على الهدى الرسالة والموضوع 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 لنحن نشاهده ليشهر إلى الهدى سابق في تسجيل المسجل المادي ونحن نشاهده حقاً لنطبع المسجل المسجل المتحدة شكراً لكي أيمان أيمان أنت موت أيمان أنت موت أريد تعبير على هذه الفرصة التامينة أنو نشتغل بهالتقرير تقريباً مدة ثلاث سنوات بيغطي عشر سنوات هنينك الأكثر خصوصية بتاريخ سوريا بدي أشكر الفريق كله أنا هلأ طالع عم بقدم التقرير لكن فعلاً هذا التقرير في خلفه تقريباً عشرين أو خمسة وعشرين على مدى ثلاث سنوات من فريق المركز اللي بازلوا جاهد جداً نحترم بخص بالذكر اللي اتعاملت معه شخصياً عالية وإباء ورزق وطبعاً يا رأى شكر كبير اللي يارى اللي لو لا إدارتها لهذا العمل وانتصاص الصدمات وتحمل نقي وكل هاي الأصاص ما كنا اليوم ما كنا اليوم خالصين وعم نقدم التقرير رح أحكي على ليش نحنا عملنا التقرير شو الهدف منه ثم رح أمشي شوي وضح الهيكل تبع التقرير وأخيراً بحكي على التحديات والمشاكل اللي واجهتنا أثناء العمل أولاً التقرير ليش نعمل التقرير لقيمة الإعلام ومحوريته مو بس كناقل للحقيقة مو بس كناقل للواقع لكن كرقيب أيضاً على بالنزاعات المسلحة بجزوم أنا أنه تضحيات الإعلاميين السوريين اللي تميه وكل جهود الإعلاميين بالعشر سنوات الأخيرة هو هذا أفتراض لا يقوم يعني غير قابل للقياس لكن أنا متأكد أنه ساهمت بالحد من حدة الانتهاكات وجود هذا الرقيب اللي هو بجهاز موبايل وبمتناول الجميع أكيد ساهم بالحد من الانتهاكات بحق الإعلام وبحق السوريين عموماً والدليل على ذلك أنه أول ثلاث ضحايا ثلاث شهداء بالتقرير اللي درنا نموثقهم هني مواطنين صحفيين استشهدوا أو قتلوا هني محامين الموبايلوا بوثقه الحدث ببدايات بالألفين ودعش أيضاً الهدف من التقرير الشرعية الدولية التي تقدم الآن على أنها أساس للعدانة الدولية وعلى أنها مفهوم قانوني بحر هي بالنهاية بالواقع هي أقرب للسياسة لأنها نتيجة توافقات دول أو توافقات قوى أفرزتها هذا المشهد العالمي اللي هو قابل للتغيير بما فيها الأمم المتحدة وبما فيها كل المنظومات القضائية الدولية اللي هي حين تدخل السياسة بتخف قيمة القانونية بتكون بعيدة عن المبادئ القانونية المبادئ القانونية الحقيقية لهي قد تتأخر العدالة قد تتأخر الشكل من أشكال العدالة الجنائية على الواقع السوري لكن يبقى التوثيق هو حجر الأساس بأي شكل من أشكال العدالة ولو تأخر سواء الجنائية أو سواء العدالة الانتقالية أو سواء المصالحة نحن بحاجة لتوثيق اللي هو حيكون أساس ملفات العدالة سواء الخيال السوريين طبعاً يعني سواء كانت العدالة الجنائية المطلقة أو العدالة الدولية أو بأي شكل من أشكالها فنحن بكنا بحاجة لهذا التوثيق لأنه أي شكل من أشكال العدالة حتى أشكال المصالحة الوطنية أو العدالة الانتقالية فهي قائمة على فكرة ليس المحاسبة محاسبة الجنائية ليس بمعنى إنه نحن نروح لعن كل ملتهي ونحاسبه ونروح على القضاء لأي أمور تحسمها بجملة التوافقات قانونية وسياسية لكن يكفي نحن إنه نحدد من هو الجاني ونحدد من هو الضحية بهذا أساس لأي مسار من مسارات العدالة ومن مسارات حتى من الإفلات من العقاب لأن الإفلات من العقاب معناته تكرار لحالة الجنائية تكرار للانتهاك بمجرد أنه نحن ننكر الفاعل أو نغيبه أو نجهله أيضاً هذا التقرير بشكل أو بآخر هو بيعكس صورة المجتمع السوري امتدار التقرير على عشر سنوات والعين الأولى لقرابة ألفين ثم بعد التحقق والتثبت صارت أفضل سبعين هي بتعطي صورة عن واقع السوريين بالعشر سنوات الأخيرة التغيرات التي حصلت الشرخ الاجتماعي لأنه تعطينا صورة شفافة تماماً عن ما حدث في سوريا أيضاً على الصعيد العاطفي والنفسي هو في شكل من أشكال التكريم والتخليد الذكرى يعني السعي الحثيس لذكر أي انتهاء بحق أي إعلامي هو شكل من أشكال تخليد الذكرى وشكل من أشكال التكريم للإعلاميين التقرير بشكله الحالي هو على ثلاث أبواع رئيسية وهو حصيلة مثل عائلة 1990 انتهاء ثم اختزلات أو اختصرات أو نقحت إلى 1670 ومثل ما كتبنا كل ثلاثة أيام كان فيه اتهاك بحق الإعلام والعاملين أو العاملات للحق الإعلامي السورية بالباب الأول كان هو الإطار المعياري جملة الحقوق الأساسية التي نستند عليها بعدين بالإطار التنظيمي بالباب الأول حكينا طبعاً وحاولنا قدر الإمكان يكون التقرير مرجعي بمعنى نسرد فيها و نجمع كافة المواد القانونية إلى علاقة التي تؤصلها مثل الحقوق من حرية التعبير وحرية الإعلام والحق في الإعلام ثم الحق بالمحاكمة العادلة استعراض النصوص واستعراض استعراض فلسفتها وأديش ضروري تكون موجودة بأي دستير سورية مكويلة أو بأي عمليات أصلاح مشريعي مكويلة أيضاً بالباب الأول ضمن الإطار المعياري حكينا عن علاقة القانون الدولي الإنساني بالصحفيين حماية الصحفيين الأشكال الصحفيين أو الإعلامين اللي بيلحظها القانون الدولي الإنساني اللي هي ثلاثة أشكال بدت قاسرة عن أن الحالة السورية كتير سبقت النص القانوني اللي كتب منتصف القرن الماضي وهي أوثع من النص القانوني فعلاً عجز على أنه يغطيها مشان هيك عملت معنا كتير أشكالات وأسئلة بتعريف الصحفي من هو الصحفي سواء من تعريف الجمعية العام الأخير اللي بتقول أن الصحفي هو أي ناقل المعلومات أي ناشر المعلومات أي وسائلة كانت أو شابهة التوصية الأوروبية بتوصية من أجل الإعلام عام 2010 أول التعريف الضيق اللي لسه ملتزم فيه المشرع الفرنسي واللي بيلتزم بتعريف الصحفي ملتزم بمؤسسة الموضوعياً يعني يربط الصحفي بالمؤسسة وليس بالعمل الزاتي أيضاً بالباب الأول أستاذنا وبالإطار المعياري حكينا على أشكال الحماية المتوفرة للصحفيين وتعليق الحماية سواء لصحفيين أو للمقارات الصحفية وأيضاً عن القانون الدولي الإنساني وحماية الصحفيات النساء وأديش هذا القانون فعلاً هل هو يقدم حماية حقيقية أو خاصة لنساء أو هو يتعامل مع النساء كحاضنات يعني قانون الدولي الإنساني للأسف متأثراً بسياقه من الزكور سواء كتابي للقانون سواء منصاه هذا القانون أو سواء من اللي كانوا يملكوا السلطة في فترة الحرب العالمية التانية هو ما عطى أي حماية خاصة للصحفيين واتخذ تصور جنساني نمطي عن المرأة بوصفها بتنجب الأطفال وبوصفها راعياً للأطفال نحن نلاقي أن القانون الدولي الإنساني لم يلحظ الصحفية إلا من باب إلا من باب كونها مرأة حماها من الاختصاب لأنها تحمل شرف العائلة وما شابه ومواد خاصة بالبروتوكول الأول عن الإرضاع ورعاية الأم الحامل وما شابه بالباب الثاني أنت أنه لتقسيم الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين التي هي أساساً القتل خارج القانون أو الإعدام خارج القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القصري التعذيب والاعتداء الجسدي أيضاً فصلنا بطبيعة هذه الانتهاكات بطبيعة النصوص القانونية الدولية التي تأصلها وبتعاقب عليها أو بتحدد الوصف الجرمي لإله أبدأ الانتهاكات نفس الجرميات نفس الجرائم بالواقع السوري لأصلنا سوريا لثلاث مناطق خليني يمون ثلاث مناطق جغرافية منطقة سيطرة الحكومة السورية اللي هي كانت الأثرع بحق الحكومة السورية اللي بتملك تاريخ طويل من التشريع وبتملك جملة من القوانون اللي هي بحاجة لأصلاح بحثنا في هذه الانتهاكات القانون السوري بنية الإفلات من العقابة البنية التشريعية الكاملة التي تسمح لشكل من الأشكال الانتهاك الهيكلي عزلاً على المصطلح بنية كاملة تشريعية وقضائية قد تكون الحالات النادرة جداً المؤسس القضائية تمانس انتهاكات تشريعية وقضائية وأمنية ومع حصانات مطلقة لرجال الأمن والضابطة العدلية والقوات العسكرية من أي محاسبة أو مسائلة عن الجرائم التي يرتكب في معرض أعمالهم هي في نص القانون ثم من المنطقة الثانية اللي هي منطقة السيطرة المعارضة السورية سواء الحالية أو التي سيطرت سابقاً أيضاً كمان دمورنا على شيكس مبنية الإفلات من العقاب أيضاً بمناطق سيطات المعارضة السورية اللي أسف اللي هي مقدمة التجارة بفضل عن المعارضة السورية قدمنا جيش الإسلام معوز جرم مثلاً لنعطي سورة عن تعامل سلطات الأمر الواقع مع الإعلام والإنتهاكات بحق العاملين في العمل الإعلامي المنطقة الثالثة هي منطقة الإدارة الديمقراطية هي الأفضل وأكثر من مرة صرت أول هالكلام هي الأفضل هي الأقل انتهاكاً بحيث عدد الانتهاكات وهي لوعية الانتهاك أقل يعني حتى لأضرب مثلاً في الاعتقال بيكون بقلي ساعات أو أيام ومخالف تماماً للمناطق الأخرى برغم أنه هي اللي تحتضن أكبر عدد المؤسسات الإعلامية وأكبر عدد الإعلاميين حالياً لكن طبعاً الوضع فيها غير مثالي أيضاً هناك بنية تشجع على الانتهاكات لحق الإعلاميين سواء قضائية أو سواء ربط الوضع الجيد لسبياً للإعلام بإرادة سياسية وليس ببنى تشريعية بتنص صراحة على حرية التعبير وبتحمي هذا الحق مستقبلاً هي الظرف المحيط الإرادة الديمقراطية يجعل الأوضاع فيها جيدة لكن ما عندنا بنية الشيعية تضمن الموضوع الأدام أيضاً كمان خصصنا فقرة على تنظيم الدولة الإسلامية لاعيش اللي هو اختلف عن كل الأشكال الإسلام السياسي السابق وبعلاقته مع الإعلام وبعلاقته بترويجه على فكرته مع الإعلام وبعلاقته مع الإعلامين والانتهاكات اللي وصلت لحد أنه صفرت يعني ما عند فيه إعلام بالنوراتك اللي كانت تسيطر عليها أخيراً كانت اللي هو اللي كان مفاجئ والمؤسف بالأبواب وبنهاية الباب الثاني خصصنا فصل عن الانتهارات وحق العاملين الأطفال القصر بمجال الإعلام وهذا انتهاك مركب جداً غريب شارك فيه من جند الطفل ومن تعاقد معه وعطان مصري لشراء مادة صحفية أو مادة مصورة منه تقريباً هني عمنا 22 انتهاك هذا اللي قدرنا نجمعه يعني قد يكون العدد أكبر عشرين جريمة قتل وحالتين اعتقال هذا هو الإطار النظري للأقرير الباب الثالث اللي هو تضمن قوائم بالانتهاكات المفصلة على مدى السنوات العشر اعتمدنا فيه على تعريف الصحفي الوارد بمشروع اتفاقية الأمم المتحدة للصحفيين العامين في مناطق المزاعات الخطرة اللي بيعرف الصحفي على أن المخرجين والمصورين والمساعديهم بكل أشكال العمل الصحفي لكنه بيشترط أن يكون هذا هو عملون الأساسي وهذا هو مصدر رسمون اعتمادنا على هذا التعريف للصحفي هو الأساس اللي بنينا عليه جمع وتدقيق مدرور آليات التحقق والتثبت من الإدخال هذا الانتهاج بحق صحفي معين أو تخانده من قوائم الإعلام أو لا على هالأساس تم بناء القوائم وتم استبعاد تم استبعاد تم استبعاد لخارج هذا التعريف واللي هي أعداد كثير كبيرة إذا ما نحكي على الدل السمعي وقت أنت قطعت الوقت بتلد دقيق آه أوكي أخذ دقيق دقيق أخذ دقيق دقيق تمام على هالأساس نحنا بالعام 2011 استبعادنا جميع المدعونين والإعلاميين والمثقفين لأنه في كانت حالة اختلط فيها العمل المدني بالعمل الإعلامي بالعمل السياسي واللي إذا منا نقول نحنا مين بالألفين وإداعش عبتوكي اللي ممارسة حقه بحرية التعبير بتكون أرقام أكبر بكتير من اللي من اللي حكينا أيضا كانت أحد التحديات لاحقاً مع العسكرة بحالة الإعلاميين السوريين اللي بيعملوا مع الفصائل اللي كانت خارجة عن من الأطور السلاسل اللي يعطانا إياها القانون اللولي الإنساني لأنه هنه غير ممكن نعتبرهم مرسلين حربيين غير ممكن اعتبارهم برافقين لعدم استفاء شروط وغير ممكن اعتبار المستقلين أيضا لأنه هنه فعلاً ينتموا فكرياً وعاطفياً لهذه الفصائر أيضاً الحالة حين نشأ الحراك المسلح في سوريا هو نشأ بحالة أهلية بحالة مناطقية للدفاع عن التظاهر السلمي هاي الحالة ما خلت عنا فصل تام بين العمل العسكري بين العمل الإعلامي لأيكنا دائماً عنا كان مشكلة عن هل هم عسكريين أم هل هم إعلاميين ومدى استقلاليتهم أيضاً أيضاً الحماية إن وجدت إن أعطاها القانون الدولي الإنساني لهذه الفعم الإعلاميين هي تعلق حين مشاركتهم بالعمال الحربية واللي كان ممكن لكن هذا التعليق له علاقة بالظرف العسكري وليس تعليق جرمي حين تنتهي المشاركة العسكرية تعود الحماية تعود الحماية اللي تغفر القانون لهيك كان كثير صعب نحنا نعرف هل هم محميين الآن أم لا وهل هم شاركوا بإنه ترفع عنهم الحماية بمعنى ارتداء الزي بشبه الزي العسكري عدم حمل الشرارات وغيره أيضاً واجهتنا مشكلة لعلاقة بالكناية وبالأسماء المستعارة بأبو فلان وأبو فلان واجهتنا مشكلة أيضاً الهجمات العشوائية هل تم الانتهاء وبالذات القتل أو الإصابة هل تم لممارسة العمل الإعلامي أو لأنه عب يصير قصة عشوائي على المدنيين أيضاً حتى بحالة القنص بسوريا في حالة القنص العشوائي أيضاً كان كتير صعب وبدو شكل أشكال العمل الجنائي لمعرفة هل هذه الإصابة تمت لأنه إعلامي أم لا لأنه مدني هذول كانوا أبرز الإشكاليات اللي وقفنا عندهم كتير لمعرفة إدراج أو على إدراج حالي معين ضمن القوائم أحد الصعوبات كمان كانت صعوبة عاطفية ونفسية لأنه كتير غريب أنه لما أرى الجداول يكون في أصدقاء لنا يعني بيطلع لي اسم يارا بيطلع لي اسم مازي راهيكم عن الأشخاص اللي فقدناه فعلاً كانت هي من أكثر التحديات بأعداد التقرير متوقع متوقع هذول هل هي خطتي شكراً أيمان شكراً أيمان شكراً أيمان أشهر أمان أمان بركيز is a senior advisor at Reporters Without Borders on international strategic litigation and a senior researcher follow-up institution for advocate judicial studies IHEG in Paris previously deputy director general for Reporters Without Borders and director general for International Federation of Human Rights FIDH for over 20 years among other campaigns he has worked on the United Nations declaration on human rights defenders drafting and implementation the international criminal court creation and activities the United Nations framework and guiding the principle on business and human rights as well as Monsieur Bernard is a lecturer at the Paris School of International Affairs previously a member of the National Consultative Commission of Human Rights and the France Human Rights Award jury and he served on the jury of the French Republic Simoneville Award for gender equality and as a string committee member of the award as well as he's a board member we have the honor to have him as a board member of SCM Mr. Hamidi Ibrahim Hamidi most of the Syrians know him as one of the most famous Syrians with a wonderful career professional career he's a senior diplomat editor at Sharq al-Ausat before that Mr. Hamidi worked for over 20 years as a as a head of Damascus Bureau of a newspaper Al-Hayat he contributed to several other institution media outlets and think tanks now Mr. Hamidi focusing on a strategic issue in the Middle East with a special interest interesting into the Syrian internal and regional politic he's also a researcher follow and co-founder of the Syrian Studies Center at the University of St. Andrew in Scotland Hamidi also is a co-founder of the Arab Investigating Journalism Program He ran the core team Salon Syria Edith Bouffier I would say probably no no one of the Syrian media worker will not know Edith Bouffier one of the breavest journalists I think the danger to go to one of the most dangerous places for journalists Edith lost a lot she's one of the survivor of the horrible attack on media center of Laba Amr 2012 and she lost her colleagues she lost her friends Remy Oshlec war photographer Mary Colvin she was lucky to survive hardly with an injured as well as golpandri Edith Bouffier is a French freelance journalist in brand radio and television author documentary director reporter on sounds and words and she's passionate to the Arab world she's a world reporter on a war zone she went secretly to Syria in February 2012 and she has been suffered seriously dangerous injuries she has been struggled in homes to be relocated to a safe place after the injury and we all remember how the Syrian government reacted at that moment when she said those journalists entered Syria without our improvement and we are not responsible is a book she did on this very hard experience and there's a title Room with a View to the War in 2012 is one of the most fantastic testimonies about this experience as well as later Edith Buffier did another testimony book about the French women who went to become jihadist members of ISIS and we have as well as a Syrian journalist independent human rights consultant and yes worked for over 20 years of experience with several international organizations working for human rights and freedom of expression IPEX War and Peace Reporting IWPR Amnesty Article 19 and now he's working as well with Freedom House in among two others organization his main experience is in research and information analyzing and building in the organization strategic and workshops developing capacity I will start with you Geyas because as I know from our friendship if I may say that you have left Syria over 20 years because you are and I know when you did this was for saving your life from the dangers you have been suffering at that moment and from here I want to ask you when you are reading such a report and you are comparing what you have witnessed many years before would you say about the type of violence we are witnessing in Syria and especially against journalists and freedom of expression would you describe it as a systematic violence and my second point would be related to what do you think has been changed from 20 years until today if there's something changed and thank you so much and you have 10 minutes thanks Yara thanks everybody good morning everybody and very nice to meet you all or meet you and I'm hoping next year we will be able to meet in person thanks Yara again yes I the atmosphere in Syria the atmosphere of freedom of expression is I mean the regime Assad regime the first Assad and the second the first Assad created the atmosphere of fear for everybody there is no there has been no freedom of expression not only for journalists or also for public like if we describe it as a kingdom of fear so like for one word you could go to prison for years there was no room for any criticism or even irony or sarcasm there's no room for anything except praising the head of the regime also the systematic oppression was implemented on all like activists journalists any public figure and the real bad issue was that the regime suffocated the press so after 1970 the press tended to be only the regime press there's no other room no other media and it was the beginning of the collapse freedom expression in Syria if we can say that and I have many friends many relatives who paid high price for saying something in public or even a joke or a word which didn't come in the regime line of course journalists were always big victims and before the internet came to Syria many journalists were persecuted just for writing with other Arab media outlets for example or any outlet the regime considered them to be hostile or not in friendship with the regime we have many names many names of journalists who went to prison or tortured of course it's systematic because freedom of expression and freedom of opinion is the biggest enemy of the regime of the Syrian authorities if you start saying your opinion that would be what is a regime trying to oppress it is it is a disaster when it comes to this in Syria it is where people get scared we have in Syria we have the wars have ears you can't see anything like remember my family saying something inside the house and my mom say the wars have ears so this is the atmosphere the systematic fear the systematic oppression of freedom of expression and freedom of opinion in Syria after 2011 it's a different story really we haven't lived in Syria during this period that I've been following very closely I feel it was very tiny simple atmosphere of oppression before 2011 compared to what happened to the horrible systematic disasters killing disappearance and oppression of journalists the atmosphere of fear of oppression intensified intensified very dramatically very drastically we have so many journalists who disappeared we don't know where are they we have names maybe Victor Amin mentioned some of them mentioned the theme we don't know if they are alive or dead we don't know where are they also other themes of oppression came into life after March 2011 the power of defamation a lot of journalists who for example succeeded to move to what we call liberated areas or abroad suffered campaigns of defamation campaigns of lies against them there has been a huge campaign of manipulation to the public mostly to the loyalists who defamed journalists who have been writing from abroad or people who wrote from inside Syria with nicknames the power of destruction of journalists socially and where where the regime brought dirty lies dirty accusations against journalists and that was this had really massive effects on a lot of people a lot of journalists and their families inside and also Yara and you mentioned the physical attacks on journalists even the regime didn't target only Syrian journalists after 2011 they also targeted foreigners who came into the country first they prevented any non-loyal journalists to enter the country like foreigners who didn't come to really say the truth or they targeted their journalists who came like Mary Colvin and our friend here who came to the country they bombarded them they shelled them with live ammunition they killed them and then at the end when the regime was confronted they said they entered the country illegally so the atmosphere of freedom of expression in Syria doesn't exist it's the only thing exists is the atmosphere of fear and this is like put on many journalists who wanted to work from inside Syria or outside Syria they empowered if I can't say the word or increased the self censorship in the country like for example where the regime didn't succeed to oppress you or didn't know that you were right something you became self censored you became afraid of saying something because if you were abroad afraid for your family for your relatives for your friends and and since self censorship is really one of the most painful issues where the regime could or the journalists could suffer because if you cannot if you are abroad and you cannot write it is a disaster and this is what the Assad regimes have been implementing for the last 40 years or maybe 50 years and this is what happens after 2011 like 2011 Thank you very much trying to put it all it's not easy this is a depression like enforced disappearance raising as a general phenomenon if we can say I remember previously we witnessed like a long term years of jail 20 and 30 and now we are just in this black hole of not knowing anything I will go a little bit to ask Mr. Rahim about the problem because you are a very professional journalist and how do you see and work daily with this issue related to the definition problem and the very brave journalist media worker men and women who tried to just tell what happening and there was a lot of discussion about how we can deal with them and with the material they are presented to the media outlet itself and to the organization trying to support them I still remember a lot of reports discussed the issue related to the info is not subjective enough not accurate enough and sometimes those members are not not a party of the conflict they are a party of the conflict they are taking aside and that makes them in a problematic position I would really would love to listen to you Mr. Rahim and how you advise to deal with this I thank you thank you much thank you thank you thank you thank you all of you for having me here of course I'm very much delighted and privileged to be with Edith and Antoine and guys it's such a pleasure to be in this panel so I don't know if I can speak in Arabic or English because I saw Ayman speak in Arabic so and I noticed a lot of Syrian colleagues are I mean joined this panel are based in Syria if I'm not mistaken and some of them I think are in Middle West North East so I think it will be interesting I mean I would like to speak in Arabic so I can communicate with them much easier and I would be brief because I would like to hear their questions to be honest Yeah I mean yeah I think it's much easier to communicate with the people who are really doing the work I can tell you I and I have have to and to at and have to tell you that there's a lot before like it's known for 30 years I work for working بشكل صحافي العمل يعني بشكل يومي اشتغلت اخر 10 سنوات تحت حكم الرئيس حافظ الاسد اول 10 سنوات تحت حكم الرئيس بشار الاسد و 10 سنوات في المهجر في المنفذ خلال عملي 20 سنة الشام متما البعض بيعرف انو انا وبعدين كتبت قصة تفصيل عن هذا الموضوع من فترة بالمجلة المانية انو خلال مسيرتي الطويلة اللي هو اللي هي امتدت 22 سنة متما زادت تيارة انو تأفجحي التجربتي بين انو انا فعلا رحت كنت قعدت فترة بالسجن بس مش متل مازين اكيد مازين دارويش وغيرهم اكيد في ناس كتير بس فترة معينة بحدود الست شهور ويمكن كان في الهاوس ارس او التامج او ريو وانو صحبت بضغطي مرات عديدة لكن في الوقت نفسه انا كنت يعني قادر يكون عندي تواصل مع مسؤولين في الحكومي وفي المعارضة اللي كانوا مقيمين في الشام بما فيهم انتيارة وما دين وقت كنا كلاتنا في الشام هلا انا بتأدير يعني بدسمل اي شي يعني مشان انا اتجاوب على سؤالك شي الاساسي الاساسي كان هي نقطين النقطة الاولى من خلال وجودنا بالشام او كل واحد كان كل واحد عم يحاول يساوي لحد الاقصى المتاح والممكن وياخذ مخاطرة عسى انو يساهم هذا الشي في التغيير لكن الشغل الاساسي التاني اللي هي العلاقة بسؤالك هي حاصرت معي بعد عامفين ويدعاش بعد عامفين ويدعاش فجأة انا انا بحكي تجيركي الشخصي واللي هي ممكن تصلت الضوء على تجارب اخرين موجودة فجأة اكتير من المبادئ المهنية اللي حدرسناها اجت على وجهنا يعني فجأة صارت موجودة بشكل واقع امامي انا طيب عشرين سنة خلال اقامتي بدمشقنا عشرين سنة غطيت اوضاع المعارضة الفلسطينية اللي كانت في الشام المعارضة العراقية اللي كانت عبد القاتل او عبد كافح ضد نظام صدام حسين ومعارضة عربية اخرى فكان فعلا سهل انو الواحد يكون مهني بهذه الملفات انو انت بتحكي مع اي حدا تاخد وجهات نظر مختلفة خاصة اذا واحد عم يكتب تقريب وقت لي صدت للأفين ودعش فعلا الاول مرة بتشوف انو هذا الكلام الكلام النظري اللي درسناه ولي مارسناه انو الواحد يكون موضوعي ومهني ويحترم البروفيشن الاتيكس الاخلاق المهنيه وكتير صعبي صعبي بمعنى انو وقت لي انت بتتحولي لانت الموضوع وانت الريبورتر كتير بتصير اسعب انو فيك انو الواحد يكتب عن طبعا مع انو يعني هذا كلام نظر يعني ما اقضي انا خفي في المعاناة في حدا بس انو في الواحد يكتب عن معاناة الاخرين بس بالنتيجة بصرف نظر وين ان انت كنت موجود في الصراع وانا ما عبقل الولعب ساوي بانتهاكات بين الاطراف المتصارعة بس انو بالنتيجة وانت بالنتيجة ضيعتك اصدقائك اهلك اقريباءك عبتعرضوا للتعذيب للقتل للقصف لمعاناة للتهجير بدرجات طبعا متفاوتي ومعروف من هو يعني الدرجة الاكبر كيف انت دا تكون تلتزم بشروط الموضوعية وبقواعد المهنية تميز بين الخبر والتعليق والتحليل والمقابل والفيتشر كان هذا الشيء كتير صعب وانا بيقولك من تجدك لشخصية انا بناء علي قرارة بقيت فترة ما اقدر ما انا قادر ابدا اشتغل لانه كان في اتخاذ الخيارات كان صعب في المقابل في المقابل انتفض او انتفض او يعني كتير من الناس من الشباب ومن النشطاء قاموا وشاركوا وساهموا بالتوثيق ونقل ما يحصل في الصراع السوري وبالتالي متفاكلة انا احنا نعرفوا واكيد التقرير تبعكم اللي هو كتير تقرير عظيم وانا فعلا قرأته مرة او مرتين بدقة وفعلا انه بالتالي بتلاحظي انه هذا الصراع السوري هو كان من وبعتقد مسؤول من الممتحدة قال انه الصراع السوري هو اكثر صراع في العهد الحديث موثق موثق بمعنى ورقيا وموثق بان كاميرا وموثق بيوتيوب وعى الفيسبوك وعى كل الوسائل التواصل الاجتماعي لكن في الوقت نفسه مقابل هذا التوثيق ولي شغلكم هو جزء منه انطرح سؤال تاني اخر ممكن انا اكبر منك يارا واكبر من كم ناس موجودين نحن وقت اللي بعد سقوط الانتحاد السوفيتي والحراك بأوروبا الشرقيني طلعت عبارة never again بمعنى هذه الانتهاكات اللي كانت تحصل سابقا لن تتكرر ليش لنت تتكرر كان الاعتقاد نحن بما فيهم انا يعني نحن اللي كنا ويمكن غيث وما بعرف واخرين انو الان كل شي ينقل حي مش عزمن السيطار الحديدي سابقا بالحرب الباردي انو فيه اشياء متخباية هلأ كل شي ما نقول حي كل شي انت بتحط بتعملي لايف على الفيسبوك او على تويتر او تويتر فبتاري الانتهاكات لنمكن ان تحصل never again لم تحصل لأبدا لكن انتشفنا الحقيقة بالتجربة السورية هي نقلة كبيرة في العالم عموما انو لا ممكن الصراع ممكن ان تسجل الانتهاكات وتوثق لكن تبقى مستمرة وبالتالي فكرة انو بيّن انو لا يعني بيّن كتحليل وهذا خاضر الذي قلاش انو انو الهارد طاور القوة العنيفة الغاشمة هي اهم من السوفط طاور اللي كنا نحنا معتقدين سابقا انو ستكون هي عامل رادع اه وهي تجربة كمان ممكن ان هي تكون خاضعة على اللقاش عموما ان شاء ما تطوي للحديث ما في شك انو الصراع السوري طرح تحديات كبرى على على علينا نحك الصحفيين تحديات مهنية العلاقة بالمهني شو انت قديش يعني شو بالمعايير المهنية اللي احنا كنا كنا دارسينا هديش ممكن تطبق خصوصا انو صار واحد عبيعالش قضايا بتخصوه انسانيا شو الفرق بين الانسان والصحفي انت سوري ولا انت صحفي هاي وفي تحديات اخرى العلاقة بالامان وبالامن لانه في كتير مثل انت كنت في كتير صحفيين مثل ما موجود تقريب في كتير والاف الانتهاكات والناس اللي تعرضوا للظلم والإساءة من قبل الاطراف المتصارعة فقط من شان اختصر رح يحكي فقط مسرية عشر سنوات انتوا سجلتوا الانتهاكات تبعها لكن انا فينا رح حامل فقط اربع ملاحظات سريعة انا قراءتي وكمان هاي القراءة خاضعة للنقاش وللتحدي النقطة الاولى انو من بداية الصراع 2011 كان واضح انو في صراع على الخطاب انو كل طرفنا اطراف كان عبي حاولي يهيمين على الخطاب وكل طرف من الاطراف المتصارعة جوزة 2012 كان واضح والنظام والحكمي بشكل رئيسي بعدين 2012-2013 صار في اطراف اخرى موجودة وبعدين طبعا الداعش وبعدين صار وفي القوات السلوية الديمقراطية في صار صراعات يعني قوات مختلفة لكن واضح انو كان في صراع على الخطاب وعلى الهيمين على الخطاب وعلى خطف الخطاب وعلى نزع الانسانية على الطرف الاخر كبداية لازالته فيزيائيا يعني اول شي تصويره كمش انسان وبعدين ما يبرر هو قدت لك الخطاب كان اساس واضح كبسرح للصراع بغطة تاني نحن لا بعد عشر سنوات وبعتقد ايمن ذكر هذا الشيء انو بعد عشر سنوات بعد عقد من الصراع نحن عنا هلا ثلاث مناطق نفوذ عربع حكومات خمس جيوش ومئات والاف القواعد العسكرية وعشرات الالاف من القوات المسلحة من الشيء الشيء اللافت بصراحة انو ما يوحد بين هلالي ما يوحد بين اطراف التلاتة هو واضح ان هناك انتهاك لحقوق الانسان انتهاكات لحقوق الانسان واضح انو في هناك قمع لحرية التعبير وواضح ان هناك في كثير من النشطاء والصحفيين عم يتعرض لانتهاكات طبعا بدرجات مختلفة بدرجات مختلفة لكن ما في عندك ليس هناك حالة مثالية بتقول هذا هذا المكان هو المكان المثالي لا تمارس فيه كل حرية التعبير بكل مكان فيك انت تسبي الاطراف الاخرى او تكون عندك هامش الحرية فيما يتعلق بالاطراف الاخرى لكن فيما يتعلق بالتعاطي مع الانتهاكات لا تتخص للطرف المسيطر صعب بيصير كتير الحدود صعبة النقطة التالتة او الملاحظة التالتة انو يعني اليوم انترستنج يعني عقد الندوي اليوم له معنى لانو في عنصر مرتبط لهذا الموضوع انو الحكومة السورية او النظام وطبعا حكا كمان غيس عن هذا الموضوع انو بالاصل كان في يعني في كمان سماها ملك الخوف او جمهورية الخوف كان لكن اذا بتلاحظوا انو بل بين 2011 لل 2015 وقت اللي صار في يعني تلاشلة سيطرة عسكرية صار في هوامش فيما يتعلق بالمواليد يعني اوصد اذا حدا مواليد كان ممكن يكون في عنده ها مش اوسع الشي الجديد هو اخر كم شهر انو صار فيه رغبي عند السلطات عند الحكومة عند النظام لاناتصال الحكمية بعادة بناء جدران الخوف بعادة جدران بناء الخوف وشفنا امثلة كسيري كما حصل في العام الماضي انو في مجموعة من الموالين جرى اعتقالهم على اشياء بسيطة من ضمنهم هالا الجرف طبعا يسجل انو مبارح بعتقد مبارح صدر مرسوم رئاسي ليصدر عفو عن اشياء معين الى علاقة بنشر اخبار كاذبة وتهديد شعور القومي اللي هي اكتر تهمتين يستند اليها القانون في الاعتقالات كثيرة وبعتقد مازين وبعتقد يمكن انو الانتخابات مرتبط بيوم الصحافة وبعادة النقطة الرابعة وبعتقد هي الاخيرة بعدين رح سكوت مشال نسمع الاسئلة والنقاش انو طبعا بالتقدير الملاحظة الواضحة اذا انا ماني غلطة انو بعد التدخل الروسي زادت مستوى الانتهاكات بالالفين وستعاش بعتقد هو يمكن ازمان غلطة اكبر نسبة انتهاكات حسب التقرير اللي عنكم وبعدين انتو بتقولوا بالالفين وعشرين ولهو صحيح في انخفاض هائل من مستوى الانتهاكات نتيجة وقت اطلاق النار وثبوت وثبات خطوط التماس بين مناطق المنفوز الثاني لكن النقطة اللي انا بدي اقوله انو الشيء الجديد اللي احنا عم نشوفه فيما يتعلق من وضوع السوري وهذا انا بعتقد هذا موروث من التجربة السوفيتي لهو الروس بعد تدخلهم في سوريا كمان صار في حرص على المسيطرة على الخطاب لكن الشيء اللي انا برأي اللافت بينما يتعلق بالتجربة الروسية هو دائما هو خلق حقيقة موازي يعني في حقيقة لهي يفترض حقيقة او شيء اقر للحقيقة لكن دائما في حرص روسي على انو على تقديم تقارير ومعطيات مش الهدف هو نفي انا بعتقد هني بيعرفوا انو الحقيقة هي يعني الخطاب الاخر والصحيح لكن هو خلق خطاب موازي للخطاب الموجود يعني القبعات البيض هم تنظيمات ارهابية طبعا انو مش تنظيمات ارهابية او نجان دفاع مدني وهي معرفة لكن صار هذا الموضوع يوفر زخيرة لبعض الناس المقتنعين بالموقف الروسي والحكومي والايراني وما الى ذلك انو لا لاحظة خلونا نفكر انو في حكي تاني مش فقط حكي واحد انو هناك فصائل مسلحة تنوي استعمال استخدام الاسجاح الكيموي للهجوم في ادلب طبعا يعني بالفحص والامتحان هذا شو مش موجود لكن هذا انا برأي ملاحظة اساسية بعد التدخل الروسي في سبتمبر 2015 الى الان انو هناك سعي لخلق حقيقة موازية للحقيقة اللي هي موجودة اذا في الحقيقة لدائما يكون الحقيقة اللي هي افترض حقيقة خاضعة على النقاش والمساءل وليست هي محسومة وتوفي طبعا ذخيرة خطابية لجهة معينة من جهات الصراع ما راح احكي اكتر نهيك لانو انا اكتر عن برغبي اسمع ايديتو انتوان وكمان نسمع الاسئلة من الناس اللي مشاركين شكرا كثير شكرا لها هين اكيد اكيد موضوع بحثي واسع موضوع الخطاب والحيمنة او تقديم على الاقل خطاب بديل اللي كانت سردية الحكومة عم تحاول تخدمه وكتير مهم الاشارة لاختلاف التعامل الروسي مع السرديات بدي ارجع بس شوي نقطة لورا مع ايديت لانه ومش كتير لورا لانه او بيئة تخدمه او بيئة تخدمه قصر عن الواضح بكارمان موضوع بديل الواضح بشكل اشخاص بشكل امم اكتر بمكارات بديلات العلمانات او بديلات العلمانات او بديلات عميزات او بديلات عميزات المترجمات ليس لأيام المترجمات. أريد أن تطبيقية الجديدة في سيئة الإنسانية تأتي في سيئة الأمور. أنت مجرودة التالية. لا يحدث بإشتاؤيات هذه الأمور. إنها تقول أنها أقلية أو أنها أصبحت تلك المترجمات. ومترجمات الكثير من الاجتماعات التالية. وأنه لديك تتعلم عن عنه 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 أسألين وأنه يتعلم عنه أو أسألين ما تتعلمونه بشكل ربما يتعلم عنه بأنهم يتعلمون أنه يتعلمون إنه يتعلمون who have been told, Mary Colvin and Remy Oshleck , but it's not our problem, because they entered the country without our approval. And this is a very aggressive and humanitarian narrative, if I may say, because would you agree that take responsibility from a government to protect you, to prevent support for you, even as a civilian, you know. It was very shocking, and it was a political response, And please correct me, Mr. Rahim, you remember it. It was a political response to the French request, official political French request to the Syrian government to be supportive with the evacuation of Edith, especially Edith Bouffier. I will let the floor for you, Edith. Thanks a lot again and again for the invitation and for the report. I think that this issue is highly important more often after 10 years, more than 10 years now of conflict in Syria. First of all, I think that I have two answers I gave to the regime. First, I continue to go to Syria. Thanks to what they did, I continue to go to Syria. I was in Idlib last month. I was in Raqqa in January. and even if they continue to threaten me, to send me messages and whatever, I continue to do the work because that's what they teach me. And thanks to the activists I owe my life to, I wouldn't say any name because there were dozens, dozens of people who helped us, all the group of foreigners who were trapped into Babama. So they saved us. I owe them to continue to go there. I have even some Syrian blood. So I have to continue to tell the Syrian situation. So thanks to the Syrian regime, I'm even much more dedicated in the situation in Syria. So I know it's paradoxical, but I thank them on this part. and also found another way to thank them. I sue Bashar al-Assad and his regime to court. And I'm really proud to manage to be the first journalist case to reach the court for crimes, war crimes and crimes against humanity in France. So I have big hope that one day we will manage to have enough testimonies and evidences about how they got our position in Babama, how they targeted us. Because we were not in a military place. We're in a media place with all civilians. So for me, it's highly important because with us, you know, how you say that I've written a book about what I've experienced in Homs. And in this book, I'm really proud about the last pages. Last pages are full of names. All the civilians, all the Syrians who were killed during the 10 days we were trapped in Babama. And for me, those names are the most important. I owe them my life because we were not the only one trapped in this neighborhood. All civilians, doctors, activists, and even people who were supposed to be fighters, but they were workers, pharmacists a minute before. farmers, even most of the time. They were not fighters. They were just trying to protect their families. So thanks to those activists, fighters, civilians, doctors, we are here, I'm here today to continue to talk about Syria. So, yeah, that's the point. I'm really, I have no word to thank them and to continue to give the speech of Syrian situation. and I disagree with what you said, Diara, just before because I don't think I'm really objective on what I'm doing in Syria. Not because I'm militant. Okay, I'm 100% militant on what I'm doing. But moreover, it's really difficult to be objective when you're working on Syria because I told you I continue to go on the ground, but I never can check the information with the regime. For example, I was in Atarab in March when they bombed the hospital of Sams in Atarab. And I wasn't able to contact the regime or to contact the Russians because they will never answer me. and that's the worst part for me in my work because I'm supposed to have both aspects of the situation and I couldn't do that. So I fully understand that we are not criticizing but saying that, okay, those journalists on the ground, they are activists, they are citizen journalists, they are doing their best to continue to talk about the situation on the ground. And we are not able to do that for real because when you are talking, for example, on a bombing in Homs, in Aleppo, in Idlib, you can't really check the information. You can't really check in the next street, they continue to bomb because you can't access to this area. And that's, for me, I've experienced a lot of war zones in other countries, in Africa, in the Middle East. And that's the worst aspect for journalists because you can't really do the job. You can't really check all the information you are giving. So you always say, according on someone, according on... But it's not the best journalism I would like to do. So I hope that one day the regime will accept my claims and all the questions I have to ask him. We all do. And yes, as Eamon mentioned, the emotional effect of reading, and especially when you are rereading and certificating, checking the names for people you remember the day have been killed. It's unbelievable. It's very hard to do it. And I don't know if you are all okay. Your book is one of the... I've read it once. I never forget it. And it's really a book to cry. It's very, very emotional. I remember it, and especially the introduction. Antoine, I would ask you, as from your very deep, experience in law and limitation of law, possibilities of law and jurisdiction for journalists. What would you say for this problem we are facing, especially not the civilian journalists, but more problematic to the people who worked with media affiliated to media offices affiliated to military groups because we've seen a lot of this. Some of them were fascinating because they were just a business. They are running a montage office and each military group asks one of them to go and be shooting the fight with them and then make the montage. So they don't have any affiliation political to this military group or that military group. Others, they were more in this, working with this military group as a media officer. And those are the huge category of people who have been questioned from the government, Russia especially, and other, and as well, difficult for international organizations to provide support for them because they think they are supporters from others, the military group itself. And one of the generous audience here, he mentioned earlier of the conversation chat, that some of those people were forced to work as a media worker with a media office affiliated with a military group. So there was no option because they want to do their work and this military group is having control all over the area. So in international law, how those people should be provided protection, as Eamon said, that it's really, at least in Eamon's viewpoint, the three definitions for war reporter, cooperation for a military group, they are not fit exactly. So what would you say on this problem? Thank you. Thank you very much, Yara. and first let me express how pleased I am and honored to be with you and to be in this webinar and say congratulations for the report. I think it's really a masterpiece and it's a very important document that builds for a first step and we are now in the first step. Hopefully there will be more others thanks to that report. I think in any case governments are not and should not be free from responsibility for failing to protect and of course for targeting journalists and I agree that the international law is in my view very poor in protecting journalists but at the minimum, at the very minimum, they should be treated as civilians and civilians are supposed to be the backbone of international humanitarian law and be able to be protected at any time and any place. Now, even saying these words in the context of Syria makes all of us doubt or question ourselves and the problem is that these rules of humanitarian law have lost weight. They hardly reach out and influence behaviors in such context where a kind of rule of jungle has taken over. There's one extra layer. It's when the public space of information and communication itself has become a territory and controlling that territory in itself is also a battle. So, this is not new in conflict times but what is new are the digital means for propaganda and disinformation to propagate and this goes through social networks and the platforms. They have democratized not only access to information by any citizen but also they have manufactured the circulation of disinformation that we all know goes six times faster than reliable information. So, in that context journalists and I mean the ones that abide by journalistic ethics attached to as much as possible free pluralistic independent reliable information when reporting they have become all the more targets like twice targets one because of their public interest mission to report on public interest issues and when such public interest issues are crimes against humanity that as we know and we said extremely sensitive but also because of the battle for the narrative control and in that context journalists show to be one more obstacle for the belligerents who want to gain control of the public narrative. Should journalists and media workers included have the same protection for civilian or should they also be included in calls related to positive discrimination in favor of journalists? Well as I was saying international law is I think very poor it was said before about journalist protection and we can find mainly some about embedded journalists in international conflicts that's the main protection and it's outdated it's from a long time ago and even in such circumstances the law has lost traction but conflicts have changed a lot since the rules were adopted we know that the fight against terror is used to take over international humanitarian law protection more and more and confusion has been fed about the qualification of situations and qualification of situations is key it's a key question from qualification derives the applicable legal regime also the protection of civilians should be the alpha and the omega of any situation whatever the qualification and as we know itself has been losing traction concerning journalists specifically I think because they pursue a public interest function a social function that's vital to society this should justify a special protection under international law in difficult situations like armed conflicts carrying out their mission implies confronting dangers and risks this too should justify a special protection also the changes in the exercise of journalism should be taken into account i.e there are more and more non-professional journalists yet looking at positive law you see that it's hardly existing and not really adapted to such current situations you know besides the Geneva convention systems we've got only resolutions calling for such protection and even if you see the resolution from the UN Security Council like in 2006 and 2015 the experience show that they don't weigh on behaviors so we have a real problem and it's not easy to solve it legally expecting improving the rules but are the conditions met for the rules to be improved today in international relations also we should admit in the question of the definition of journalists was raised earlier that it's not obvious to define obligations by the state of belligerence when the definition of the beneficiary of such obligations is so difficult or raises many questions we saw that there was a problem or a question with the definition of journalists but the question is what is a journalist is it somebody with a press card the press card that is granted by the regime or by the non-state actor no this would be a propagandist rather so how to identify a journalist when journalism in fact relates to abidding by a method the self regulated self regulated principles of free pluralistic and independent reporting for the production of reliable information this is why it's so fundamental that the conditions for journalism are better guaranteed and strengthened that's where law has to adapt and renew as possible and it should encompass the responsibility of the present structuring actors of the public debate again the platforms this may be the challenge of the decade for any platform user should be able to choose between reliable information and propaganda when getting informed I think we need to see the perspective also from this approach and this is why another most pressing need to actually protect journalists and I go to what Edith was just saying all journalists be they professional or not in a conflict situation like Syria I think that the first priority is to overcome impunity for the crimes against them when states fail and like to fail in organizing their own responsibility as a state to protect and to guarantee then at a very minimum the individual criminal accountability is the most pressing need to be challenged for the journalist protection message to gain strength and some maybe deterrent effect to happen this is why proceedings like the criminal proceeding launched by Edith in France but we see also the questions coming in coblance in the trial about journalists is so important thank you it's really very thoughtful and listen to you I know some of the colleagues already shared with us what they think about international law and they were translated to you because they wrote in Arabic and they are in general they are just disappointed totally I personally agree for the positive discrimination for journalists you know this and here I would ask Edith before I go to Gayas and the international organization responsibility I want to ask Edith from this very hard experience you've been through if I remember correctly it went for over a month a half at that time I was in jail like we get arrested three days before the attack of the center the very horrible attack of the center so I want to ask you what what was very helpful for you beyond the courage of the Syrian civilian activists who you thanked and you are again thanking but beyond this what what do you think it was helpful for you and from all levels like escaping like seriously taking you out of Syria to provide the medical assistance you need or even now with this legal process you are doing to have justice for you for Remy Oshlik and for all other Syrians unfortunately the law is limited here but I would say it's moral justice for the Syrian civilian who lost their life in that day last year I've really seen the situation in Syria for journalists changing because I remember when we arrived in Homs in 2012 and I was in Idlib just a few months before none of the journalists of the activists of the people who were trying to report about the situation of the ground were carrying a brailleproof jacket neither a helmet or they didn't have any protection now all of them have one and that's it means really a lot for me because when you're foreigner thanks to LSF thanks to a lot of organization and now I'm old enough to buy mine so I have a bulletproof jacket when I go to Syria and it's really difficult to have your protection and you are working with colleagues with your fixer with your translator with your colleagues and they don't have anything so first time when I was in Idlib we were carrying the jacket one per day so it's my turn tomorrow it's your so we will see who will be safe at the end of the trip but it's like a Russian roulette in a opposite way I couldn't do less so I was trying to find a way to do it easily with the guys but now they all have protection the only thing they really need and we all need I think yearly is training training and again training I was lucky enough to attend now trainings for else disposition after injuries but how to protect your sources on internet how to protect your friends when you are working with your sources and everything now there is a lot of way to be trained but there is more and more to do for those more for those in the ground because how to protect you when you are showing your face every day on TV and you are still on the ground and you are still under pressure because your father needs to go to Aleppo to continue to take his salary because he works for he is a teacher your brother is in jail in homes so you are under pressure that have to be discussed and those people have to be much more accompanied and supported because it's difficult to be under such pressure when you live in Syria when you continue to be dedicated to your work and you want to report about Syria but you can't really do it freely it's not only a question to be a citizen activist or journalist it's a question to be there me I'm lucky I'm just working for 10 days 15 days maximum in Syria but they continue to stay there and more of it's not only about the journalist it's also about the sources last time I was in Syria I done a report about the disappeared and all the families were still trying to find a way to get the relative back of jail in Syrian regime and it's really difficult to force them to speak in front of the camera but you know that they could be under pressure then but you need their voice you need their humanity to carry the message but you know that you have to balance how you put their life into risk or not for me the most aspect of this is to continue to train the journalists on the ground and more but to train them to take care of all the people they will interview because we need Syrians more on the ground we need them to continue to think that you are out of Syria and you continue to carry their voice but we need Syrians in Syria now yeah we have everyone in Syria except Syrians we went to the world and something crazy like this for people who are interested I will speak here in Arabic to people who are involved in the company of Baba Amar and the people who the business of in the world فيه تقرير لبولوود على لجنة حماية الصحفيين عن جد واحد من أفضل التقرير اللي غطت الإشكاليات المرتبطة بهذا العمل الصحفي أهم شيء بهذا التقرير هو بيقول شهادة بول كونري بول كونري الصحفي البريطاني اللي كان مع أفلياتي اللي كان مع إديت بشي ماريكولفن وريمي أوشلك دي بابا عمر لما انتعرضوا للقصف هو عنده خبرة عسكرية سابقة وبول كونري بيقول بيشهادة والبين إله هيدا التقرير انه هو متأكد عسكريا من الطبيعة القصف اللي اتعرضوا له انه هو تم القصف تم استهدافهم بشكل مباشر تم استهداف مركز بابا عمرو بشكل مباشر أنتواني ديت I was shortly referring to بول وود report on CBG about the situation of covering situation in Syria at that time and the most important thing he is mentioning the testimony of Paul كونري والمقارنة من كيفية مقبلة والمقارنة من المؤمن الرقمية بأنه المقبلة المقبلة وقعته في حياة البيتالي من المقبلة خطرًا أدت 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 أنه قدد مقبلة نعم إلقى فتح والمقبلة سؤالك And for our maioria of the panelists referring to what Didit mentioned related to the technical protection and training. The second question, you can see on the live Q&A, it's addressed to all of you related to this point exactly if you can just take a minute for… We are going to open the panel very soon for responding to the questions. Gheproisha, I will now go to you. كما قلت براهيم غياص خبرة واسعة كتير مش كتار عندهم ياها من IFIX IWBR بين انترناشيونال امنيستي فريدم هاوس ارتكال 19 اشتغلت بكتير مؤسسات معظمة بيركز على موضوع حماية الصحفيين وانت وانا منعرف كمسافة كبيرة بين ما يقال على موضوع الحماية وما يقال على مستوى التطبيق من خلال دعم الصحفين اللي اشتغلوا المركز بالأربع سنين الماضية لم نكن قادرين على تأمين اي معدات حماية لأي صحفي سوري During the last four years we were working on supporting Syrian journalists we were not able to prevent any Syrian journalist men or women or anyone with protection equipment like a jacket and helmet as Evit said and here I want to ask you وهم بدي اسألك شو اللي بي رأيك اي مؤسسات الدولية بشكل عامل انه متل ما بتعرف نحن كمؤسسة محلية ما عنا صندوقنا الخاص نضطر نتعاون مع الانترنشional orginization شو اللي ممكن تعمل هاي دي المؤسسات شكرا ترجمة نانسي قنقر 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 فكرة الموازي فكرة الموازي التعليمات ومع أردوان أو المنطقة في سيريا في حالة شكرا 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 حسن أبس حسن أبس كمؤسس أبس 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 أنت أبس أبس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر 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 one way to help this is to raise the cost of crimes against journalists and raise the cost not only because there would be great international law and states understanding and accepting that they have international commitments no we saw this as tough no raise the cost by taking to court some of the key perpetrators criminal cost for crimes against journalists now this is a huge challenge we know in the world that the impunity rate for crimes against journalists is 90% concerning Syria it's 99.99% and it's true that there was increased international attention about impunity for crimes against journalists there is the international day on 2nd November against impunity etc etc yet there is no rise in the number of convictions before courts and this is what we need to change there are several reasons for that situation of difficulty and they draw like an action plan for us for increased and better litigation for crimes against journalists I want to highlight three reasons for this situation one, facts are difficult to evidence in Syria facts were even difficult to document not only to evidence today's report by SCM in this regard is a masterpiece because it fills a terrible vacuum a black hole of information on the targeting of information reporting the report by SCM highlights the generalized and systematic nature of crimes against journalists since 2011 for me it's a very important start and I really want to commend SCM for this research and I'm very proud that RSF supported it yes yet as we know there is a distance from reporting to proving and proving in accordance with the criminal threshold under criminal law and this is the challenge number one we need to fill the second challenge is political unwillingness in Syria this is beyond doubt as the report shows there is to the contrary a willingness to target journalists when not murdered bombed journalists are arrested tortured disappeared in other countries the political unwillingness is also vicious in other ways sometimes through prosecutors that would never investigate the nexus between the journalistic activity and the crime this is why we need to push on prosecutors if not the Syrian prosecutors but the prosecutors in other countries to understand what their role and duty is in pursuing justice for crimes against journalists now it's the third challenge and way forward for us challenging the legal limits extraterritorial jurisdiction is supposed to compensate from the state of perpetration unwillingness so when Syria is perpetrating crimes against journalists we should be able to find in other states prosecutors with jurisdiction and judges with jurisdiction to do the job and we know it's complex because this jurisdiction is limited to certain crime it often requires drastic conditions to be activated most of the time it depends on the discretion from the prosecutors of other countries to trigger the justice system this implies very specific strategic litigation to find adapted qualifications and proper legal fora where to seek justice this is why in RSF we created the justice for journalists task force that I am coordinating one aspect in our experience that I think qualifies for Syria is what we developed in the case Arasaf versus Mohammed bin Salman et al. in Saudi Arabia in our complaint for crimes against humanity in Germany the persecution of journalists the crime of persecution of journalists identified as a group as a group targeted because not of its nationality or other identity factors but because of exercising their universal rights to freedom of expression which we think would qualify as crime against humanity in the situation of Syria and this is the route that RSF and SCM will be exploring on the basis of the report presented today and also and to conclude I think litigation should also address the criminal causes for the crimes in the Q&A somebody referred a participant to the webinar referred to the importance of digital crimes in particular against women journalists very rightly what are we going to do run after the train and try on a case-by-case basis to obtain justice or maybe also explore how to challenge the causes for this to happen we at RSF considered recently that Facebook had a criminal responsibility for having failed to implement its own commitment to ensure a safe and error-free environment to its users and this justified an RSF criminal complaint against Facebook the structural actors for the global space digital space of information need to be accountable for the commitments that take or fail to take and to implement this means be able to have imagination go outside our legal comfort zone think outside the box so as to address these very difficult challenges I'm seriously thank you so much Antoine I know it's a very technical legal talk but it's really maybe we can we should have a special panel to discuss all of this as well it is referred to the problem of having information and refusing to give information as a a way to say journalists are not objective or not accurate enough also maybe we will have time to just discuss this very important two points each in a specific panel with its own time unfortunately we should be closing although I have so many questions but I will go to Mr. Ibrahim in general very big I don't know how you can make it short I will trust your experience but like crimes against media workers trying as you said to dominate or to create or to have one narrative about what's happening all of this put Syrians in a very put them in a very divided and 10 years of war conflict it's very hard to anyone to stay objective or normalized or I don't know what how do you think we can work as a media worker as a journalist to fill this gap I know you've been in a lot of reading and participating in other experience especially with in Japan you were more about you have more knowledge about what Japan did on after the second war two seriously it would be very helpful for us as a as a journalist and media workers listening here today for you thank you you are muted you are muted yeah thank you Yara now now I'm not muted right yeah you can hear me yes I will join yeah I will join Yara and Ayman and Riaf to say a big thank you to Edith and Antoine you're doing a great job I mean for the Syrians I know a lot of Syrians will share our gratitude to you I mean second I will make very brief two comments on what Edith said and what Antoine said and then I will answer your question but I will be very brief to open the floor to that session just to my comment to Edith I mean absolutely it is difficult to be objective it's difficult I mean not just for the Syrians for everyone to be objective to report objectively about the Syrian crisis the Syrian conflict partly I mean there are a lot of reasons for that but partly actually the the warring parties the fighters the I mean the government the opposition maybe SDF they don't want you to be objective as a journalist they want you to be not professional because this is the only way to discredit your narrative so this is poses a big question for us to try to be as objective as possible because by being objective actually we are creating different narrative we are challenging the we are challenging the plan of the I mean the warring parties the second point my comment to what Antoine said about that the 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 parties will I mean will fight to dictate or to control the narrative and then the space will be like battlefield among the parties if I'm not mistaken this is what I understood out of what you said yes absolutely that is correct I mean there is a race between the parties to dictate to hijack the narrative but what is amazing for me and this is just question because I have no answer actually because here I think we have a special case I mean I don't work I did not work on other files I'm sure Antoine and Edith you did what is amazing in Syria I think is that parties especially the government the regime the government is willing to share territory to share to share geography but they're not willing to share narrative they're not willing to share politics that is I think this is very amazing this is very amazing experience so like in government held areas they would like to control the narrative 100% they tried just when they controlled 15% out of Syria and now they are trying to dictate the narrative when they control 73-75% I think this is very interesting experience here need to be I think researched and addressed now back to Yara's question I don't I will speak I will switch to Arabic all no 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 ما في صراع بيستمر للأبد بتوصل لمكان أنه هذا الصراع بانتهى إما بشكل متدرج أو تقريبا هلأ بسوريا عم يتسبت الصراعي نقاط التماس التبتت صلى السنة ما تحركت سنة وثلاثة شهور ما تحركت خطوط التماس بمنطقة النفوذ الثلاثة العمليات العسكرية تراجعي فالصراع عموما إما بتتوقع بشكل مفاجئ باتفاقات وتفرض أو بشكل متدرج لكن صراعات تنتهي طيب شو المرحلة المقبلة أنا بتأديري وهذا أنا برأي يعني كمان جواب على سؤال يا رأى أنه كان في تجربة كتير خاصة للسورية اللي هي أنه صار السوريين انقسموا طبعا لأسباب معروفة أنا ما أبحثي بعد أخلاقي أبدا أبحثي أنا بس كمراكم أكيد يعني أخلاقيا معروفة الأمور شو بس صار في انقسام بين السوريين انقسام جغرافي سياسي مناطقي طائف انقسام وانقسامات مختلفة كثيرة صار في سوريا طيب عظيم والش الآخر صار هو أنه كل طرف صار يعيش في البابل كل طرف صار يعيش بالفقاعة تبعه وصارت إذا بتذكروا درجة موضة أنه أنا عملتو البلوك أنا بلغتو و أنا عملتو فصار كل واحد أشبه يسمع حاد يعيش بالفقاعة لأنه تسويه أريحي نفسيين وبنفس الوقت بتعمل قطيعة بينه بين الطرف الآخر لكن في النتيجة مثل ما نعبو في النتيجة الصراع بدأت انتهي طيب أنا بتأديري أنه الصحفيين بلعبوا دور أساسي في المرحلة طبعا حكما خلال الصراع لكن مش فقط هو صحفي دوره هو يسجل الانتهاكات تريبورت وينقل التقرع ما يحصل لكن أنا بتأديري جزء من عمل الصحفي هو خلق خطاب بديل خطاب يجسر بين الاتجاهات يبحث عن أشياء مشتركة كيف نحن حقي هذا الشيء أنا بتأديري من حقي هذا الشيء كل ما كنا موضوعيين مع أنه مثل ما قالت ومثل ما بعثين هذا العمل صعب الواحد يكون موضوعي لكن الأهم أنه نحن نكون مهنيين قد ما فينا نكون مهنيين بالظروف الممكنة هذا الشيء مفيد للمرحلة المقبلة طبعا أنا سهل علي أنا وغياس وبعتقد يارا وآخرين أنه نحن عايشين بره صعب علينا النظر أكيد أصعب بكتير أصعب بكتير أنه حدا قاعد بإدلب أو بالقامش أو بدمشق أو بحمص يمارس هذا الشيء بشكل يومي أصعب بكتير بس على الأقل يكون فيه كلتنا نذكر أنه نحن كصحفيين النادور في بناء الخطاب المقبل والتجسير بين الناس كان فيه تجربة عندي مدهشة ضمن مشروع أنا منخرط فيه هو لتدريب الصحفيين هو هذا صالوان سوريا عملت مجموعة من الندوات التدريب يعني ساهمت الترتيب أنا وناس آخرين يعني لعقد ندوات للتدريب فجأت أنه كان فيه لأنه كانت أونلاين وسوينها أكثر مرة بالأيوبي بالجامل الإبريكي ببيرول كان فيه صحفين من القامشلي صحفين من إدلب صحفين من دمشق وحمص ولازقين كان تقريبا بحدود الخمس-بعش صحفي شباب وبنات كان فيه ناس موجودين مبدد مع الجيش الروسي كان فيه ناس مبدد مع الجيش الأمريكي كان فيه ناس مبدد مع الأكراف الأسطر الرهيم بالنسبة لي انو بعضهم لاول مرة في واحد لاول في بعضهم لاول مرة بيقعد او بيحكي واحد قاعد الاول مرة بيحكي مع صحفي مقيم في ادلب او مع صحفي مقيم بالقامشلي فالتجربة ذكرتني انو قديش مهم طبعا صعب انا ما اقول صعب قديش مهم انو يقوم الصحفي بدور بناء الجسور بين الاطراف بصرف النظر عن المواقف السياسي مع انو المواقف السياسي والاخلاقي مهمي لكن حض الناس انو يا اخي انت صحفي شو ما كان موقفك السياسي شو ما كان انت لازم تكون مهني تكون موضوعي بالحد الاقصى الممكن طبعا متما قالت يا را انا احنا داخل انا ملخر في تجربة العلاقة بالتجربة اليابانية اللي هي كمان حاولنا نستفيد من التجربة اليابانية واخذنا انو عملنا مجموعة من الجلسات لصحفي من كل مناطق باليابان طبعا اسهل بكتير تجربة اليابان لانو اليابان هزمت بالحرب العالمي التاني من قبل قوة خارجية وهي قوة الخارجية موجودة لكن عموما اليابانيين عموما كانوا متحدين فكانت اسهل وخلق هذا الخطاب البديل لكن انا برأيي مع انو صعب خلق الخطاب البديل في سوريا لكن هو حاجة ملحة والمسئولية تقع حكما على السياسيين لكن انا برأيي تقع بشكل مهم علينا نحنا كالصحفيين اخذينا في الاعتبار قديش في صعوبة لهذا الشيء سوف يكونوا صحفيين معيشين على الأرض الواطع داخل سوريا أو داخل مناطق النشوط وشكرا لنترك المجال للأسئلة من الناس if the panelists would be generous with us for extra 10 minutes it would be very very great from your side just to give the phone for the people unfortunately one of the guests has to go to leave us for security reasons actually i hope he's fine and safe but he wrote to us in Arabic uh so they said ibrahim you are very comfortable to read it for our quantity and just to be fair with him i will mention what he said he he mentioned the three points he said we have been subject for accusation of betrayed and and working with foreign agencies and security and and security foreign agencies and that put those media workers in a high level dangerous from people who own and والموضوع من الوقت لاحقًا امريكا باستخدام الوحيدات من المنزل من الوحيدات for over eight years and we all remember sex has been suffered for several of Damascus, Duma, Dereya and Aleppo and other parties of Syria as well and that prevents for people who are still suffering from the same situation in the north areas and northeast, northwest this caused for some of the journalists and media workers to be prevented from receiving medication and medical care and especially vaccination for COVID virus although those media workers are in suffer from preventing better healthy situation for their families because a lot of medical treatments are not available in the market and pharmacies they are also suffering from social bad imaging and presenting due to their journalists or documenting work and some people try to connect this work to the need of money international organizations didn't help or not organization international organization didn't international community didn't help and they are financially and also those media workers journalist activists they are suffering from lack of social and psychological skewer and he said this is only some faces of the suffering we are handling with as a journalist and a human rights activist in those very hard conflict zones madame mona asks for the report and my colleague nara shared the report will be shared also on social media arabic and english virgin coffee french virgin coffee it's on design will be published in two days maximum and here i will go to the yes also try to respond to mr samir mr muhammad asked panelists to refer to the violation syrian journalist has been subject to as kidnapping tortured and other from military groups and he says there is no kind of any protection until now or a right giving back for the journalists who has been victim for such a violation especially morally and psychologically sorry i lost my name thank you thank you it's amazing to have an english speaker arabic it's always amazing and mr muhammad also added he's as a person he have a huge doubt in international law because he cannot understand why criminals are still free in europe and there is no law in any european country to put him in jail and probably here he is referring to the president and the president have impunity because he's a president and this is a point maybe antoine can talk it a lot better than me the problem of being a president we all remember a chile president whom created a military something consultant and put him a president of this military something so he can keep himself immune from impunity from accountability but after many years this president of chile has been arrested for the crime he did on the time he was a president and for mr muhammad also he continued he thinks there is no kind of protection for any journalist and media worker especially in syria especially in the area of regime government or opposition and and finally finally there is mr muhammad thanks morassilon rsf and syrian center for the effort for safe relocation and closing i hope i'm closing now yes mr ibrahim asked a question i would say because he didn't put any name of the panelists he's he's putting the question for all of you what you say about the journalists who are residents in their resort because there is a huge pressure and violation is practiced against them from all parties he has been referring that personally he has been a subject for kidnapping and the person who did this to him he's a free criminal in europe at the q&a we have one question from mr yamen to dear amen the question in arabic i would say it in english dear amen what you say about freedom of speech in europe even because we have witnessed a syrian journalist being attacked in france because he was covering and reporting a demonstration in paris and he say journalist syrian journalist also suffers in lebanon from from different charges and for you mr ayman who do you think is the main who's the main muqassir oh hi sabi who should be who to blame mostly in the lack of protection of journalists around the world is the countries or international community and thank you there is the technical the question from sophia around the technical and women technical issues and more safety on this I don't know where my voice is doubled sorry and last question from hadia mansoor she's thanking the center syrian center but she's asking if we think documenting human rights is a violation journalist is being subject to is enough because we are in a consequent violation and there is a huge danger facing Syrian journalists inside Syria and until today there is no way to stop it she's saying journalists here inside Syria facing many challenges and consider him alone in considering for his own safety and they are as a journalist working from inside Syria in need for protection and support help them to continue their work I will I will respond to that last question but before unless or any of other generous panelists would be kind enough to respond to it I will leave the floor for you to choose the questions and respond to it to to الآن عليه الواحد كل ما حاول مع أنه صعب كل ما حاول كل ما حاول مع أنه صعب كل ما حاول يكون مهني مهني يعني يحترم القواعد المهنية للشيء اللي هو يختاره أنا بتأدير يكون قادر يخده مقفو السياسي أكتر يخده مقفو السياسي أكتر الثاني يخفف المخاطر ربما قد يخفف المخاطر اللي هي ممكن يتعرض لها سواء كان مقيم في دير الزور أو مقيم في إدنب وشكرا أنا رح رد على يارا بالعربي طبعا شاكرا المركز السوري للصحاف قريب عبير بس أنا رح رد عليها هلأ التوسيق التوسيق كتير مهم يعني التوسيق مهم جدا يعني متل ما شفتي أنت بالتقرير اللي عمله أيمن مع المركز يعني كتير مهم مشان المستقبل يعني أكتر شي مشى المستقبل لما بيصير لأنه يعني أنا شخصيا مع العدالة الانتقالية وأنا شخصيا يعني يعني عندي أمل كبير كتير أو مش أمل بس يعني حسب الحياة ما تتمشي رح يكون في عدالة انتقالية بسوريا مثل مصار بتشيلي مثل مصار بالأرجنتين مثل مصار بسرس أفريكا وجنوب أفريقيا رح يصير فيه هلأ قوي بالنسبة للحياة اليومية أو اللي عم تتعرض للصحفيين والصحفيات هو مش يعني مش كتير مهم مش كتير مهم أبدا لأنه ما بيعطيكي يعني شيء ملموس على أرض الواقع لكن بنفس الوقت رح إلك هذا أنه أنه هذا التوسيق يعني مثلا أنت كمان كصحفي إذا حدا إجا وسك هجوم عليك أو اعتداء سمح الله يعني أو اعتداء أو انتهاك هذا ممكن يساعدك كشخص يعني كبيرسونال مع المنظمات الدولية يعني تعطيكي منحة وطلعك على تعملك متل الأخ محمد ما كتب تتشاف هون يعني بس لكن التحديات يعني أنا مش عم خفف منها أبدا مش عم خفف منها أبدا التحديات أكبر من طاقتنا لأنه بكل منطقة في ناس وراء حماية اللي عم يعملوا انتهاكات يعني بعفرين بإدلب بدمشق وحمص وطرطوس وهو اللذاتية فيها ناس عم يحمل منتهكين أو عم يحمل معتدين هلأ يعني إذا في حالة خاصة مثلا حكينا عملية التشاف كيف أنا ممكن ساعدك أو بالنصيحة أو بوين بتلاقي مثلا من حد ساعدك تطلع من التحديات أو الانتهاك التي عايشتها وضع الحد لحدوث الانتهاك مستحيل فينا نعمله خلال اليوم لأنه مثل ما عم برجع عيد نفسي أنه المعتدين على الحرية الصحتيين وحرية الصحتيات هم أقوياء كتير يعني لكن التوسيق هو جزء من محاسبتهم أو المستقبلية أو الانية لكن هو يبدو في الموضوع السوري محاسبتهم من مستقبلية أتمنى أكون جاوبت على يعني ولو شيء خفيق بسيط من سؤالي شكرا غياز أنا بس بسرعة كتير له هادية هادية نحن حقيقة كانت هدفتين من التقرير الهدف الأول أنه نحاول نعيد التفكير مع بعضنا بمنهجيات التوسيق والهدف من التوسيق ونحاول مثل ما حكى إبراهيم فعلا الصعوبات بيلحظ دورنا برغم مثل ما حكى الزميلة محمد أو سامر عفوان أنه أحيانا أشخاص بيكونوا مضطرين بس مشان نمشي خطوة لقدام بعيدا عن استسلامنا لحالة ما صح كلمة استسلامنا بيعتذر الضغط لحالة وقوعنا تحت الضغط لحالة أنه نحن عم نعيش صراع ولكن مثل ما حكى إبراهيم أنه محاولة دائما بناء مساحة خاصة العلاقة بي أنه أنا كصحفي وين أنا أقف من هذا الصراع وشو اللي أنا بدي ربطي بهذا الصراع وكيف ممكن يكون كتير مساعد إلينا كلياتنا بأنه نمشي خطوة لقدام بعض اتبار اليوم نحنا قطعنا عشر سنين النقطة الثانية كانت مثل ما حكى أنتوان عم نحاول نحدد التوصيف الجرمي لبعض القضايا وحقيقة كان كتير صعب تحديدا بحالات القنص لأنه هيدا للأسف بده تحقيق جنائي معمق في أشياء كتير تفصيلية إلى علاقة أحيانا بهالا الرصاصة أجيت من قدام ولا من وراء هالشخص كان لابس جاكيت مكتوب علي بريس ولا هو لابس جاكيت عسكرية وبالتالي القضايا ممكن تفكروا أحد أطراف الاشتباك العسكري وهو هدف مشروع صعبة تصير بالقانون فمحاول التحديد بعض العناصر الجرمية لنفكر مع بعضنا مراسلون بلا حدود والمركز السوري بسبل للتقاضي بحسب الأبواب المفتوحة بأوروبا كان هيدا الهدف الثاني اللي رح نحاول نبني عليه هاي إما برف إذا جاوبتك على السريع عن شو الهدف يعني طبعا هون عم بحكي عننا أكيد في مؤسسات تانية كتير تشتغل على التوصيق بالعموم هادية بالمختصر أهم شغلة بالتوصيق هي ضمان حفظ الحقوق للضحايا وأنه هايزي الأشخاص مرتكب بحقهم ناجون أو ضحايا لن ينسى ولن يتم اعتباره كأنه لم يحدث مثل ما أشار برهين لن يسمح بالتشكيك بأنه هني كانوا فعلا عاملين بالمجال الإعلامي هيدا الخطاب اللي بتشكل أو السردية ونراتت أنه هني كانوا مدنيين هني كانوا ناس عم بتقوم بعملها بشكل سلمي لن يسمح بأن يقال أو يصفوا بأنه هني مثلا إرهابيين لأنه الزاكرة أحيانا بدخون الفكرة الأساسية أعتقد أحد أهم الشيء اللي بيعمل التوصيق أنه هو بيمنع من المتصرين من أنه يكتبوا التاريخ لحالهم بشكل مفرد أنتوان الأشياء أشياء التي تتعلقها بالتوصيق وأنا سنقوم بالتوصيق وأنا سنقوم بالتوصيق أيديت أيضا وأنا سنقوم بالتوصيق أيمان إذا أستطيع بشكل مقالي Awakشياء بشكل موقع خررر أستطيع أريدوا من المتاكد فتيحانين تدريبا نهاية للعامر فتعلي كان موضع هناك فتعليل اغانين قمضار قمي معرفت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثالث تتخذ من الأجزاء لأنها كانت أجاهل على أجراء المهمة وخبارة والحرصة في المهمة في الالم الآن ومن النموذة على مؤسسة على البدرس فيديوه هذا المحن من المهمة من المتدولة لأنها أجاهل ومن أجاهل مسجلية ومن أنها أجاهل everywhere in many countries and this is what UNESCO has been supporting a lot it needs to be addressed and there is I think a cultural shift that has to happen in the minds of many actors including NGOs but what I will just ask to women journalists confronted with this fact تبدأ بإنهاي المخصصة. إذنها بإنهاي المخصصة وإنهاي بإنهاي، وإنهاي المخصصة لنا أو أخرى، وإنهاي حقوقت المخصصصة من الأنظام لتعرفة إلى ما نوعية. which is just not acceptable. It needs to be addressed as a matter of priority and this is what Arabicacommitted is to be challenging. The fourth remark and conclusion, I understand fully the bitterness, the anger that may appear من التعامل من الأولى من الفيديو في الفيديوانات لجولارة فالجولارة في سيريا اتمنى عن الجرارة لا تشدف وقت صحيح أبداً بمعطارة تخيل أنه يومي لديه لنهارة ومع حول وقت many justice systems in democratic countries have enacted new laws new means for designated special investigation teams and prosecutors to investigate international crimes there is something happening that had never happened before for decades إنه قبلاً وكما تراغب في قبل المرايح في الكبير، هناك أصدق من ما حدث في محنة المحن، وفاقًا في العالم، وفاقًا في المدينة، وفاقًا في السائل، في سوية ، في ربقانيا، هناك في جانب الجانب المحادي في المنوطين السلfrاني فيجوز المحادي في المؤسد دردار الحيواني وتنظيم أيضا المخالف للقوية قمت بهم في السيئة تنظيم المستقرات الحربية للم ومع المحادي الفيديو في الجانب اللغة ومع الفيديو في جانب الأرجمن المحادي لذلك لاحظة التحييف because they have been in Syria at the forefront of trying to report facts, raw facts as they are, i.e., what should never, never happen again. And for this to never happen again, it needs to have independent justice. And this is what we're committed to. Thank you, Antoine. I don't know if Edith wants to add something or moving to Ayman. I have just two words to add because I think that everything has been said. But for me, documentation is one of the most important thing in the Syrian conflict because I fully understand that Syrians are fed up with all the figures every day. There is new names, new figures about the deaths in Syria. And it seems that nothing is happening. And in Europe, it's even worse because we feel that no one cares anymore about those figures. But there is lists. There is names. There is details about all the killings. And one day, as you said, Riyas, justice will happen. We can't say that he will continue his job without any justice. It couldn't happen. And in any case, I can't accept that my president, I didn't vote for him, but President Macron said three years ago that Bashar al-Assad is not the enemy of France, just the enemy of Syrians. And that we can't accept it. So we have to continue. So we have to continue. You have to continue to document and to say all the names of Syrians killed by the regime. And to document those crimes, you say, okay, this is the crimes against humanity. This is the war crimes. So those guys couldn't attend to the next meeting for the 14th of July within five years. I couldn't accept to see that. And thanks to your work, I think that you save this to happen. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Edith. Thank you so much. Amen before closing. Thank you. 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 See you next time. شكرا